وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة الزميل كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري كريم بعد التحية هل لك أن تطلعنا على أهم ما تم مناقشته من قبل الوزير الخارجية مع نظيره السوري ومدى أهمية انعقاد هذا الاجتماع الخاص بلجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا نعم تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المجاهدين بالفعل هذا الاجتماع الهام بخصوص لجنة الاتصال الخاصة بالشأن والأزمة السورية هذا الاجتماع شارك فيه العديد من وزراء الخارجية العرب منها وزراء خارجية الأردن، العراق، لبنان، سلطنة عمان وبالطبع وزير الخارجية المصري بالإضافة أيضا لوزير خارجية لبنان كل هؤلاء شاركوا في وضع الأطرحات والأفكار المختلفة فيما يتعلق بالأزمة السورية بالطبع وجود وزير خارجية سوريا هنا في هذا الاجتماع الهام الثنائي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بالإضافة طبعا لوزير الخارجية فيصل المقداد وهو وزير الخارجية السوري وجوده هنا لثاني مرة بعد قطاع عشر سنوات حيث كانت المرة الأولى في إبريل الماضي وبعد عودة سوريا لأخضان جامعة الدول العربية تم كما ذكرتم بالفعل تفعيل ما خرجت به التوصيات الخاصة باجتماع عمان هذه ربما أهم ما تم تأكيد عليه اليوم ولكن أيضا النقاط الأخرى الهامة هي آليات رفع المعاناة عن الشعب السوري إما في سوريا نفسها أو حتى اللاجئين في حد ذاتهم حيث الأليات المختلفة وأليات التعاون بين الدول العربية هي محاولة لعودة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم أو إلى مساكنهم الأساسية في سوريا بالطبع عودتهم طوعا وليس إكبارا بالطبع إلى أماكنهم الرئيسية بالإضافة لطلبات إحاطة من الوزراء الخارجية العرب لسوريا الشقيقة لوضع طلبات معينة لتجهيزات واستعدادات بمساعدات عربية لتيسير وتسهيل الطرق المختلفة والمتنوعة لعودة اللاجئين السوريين إلى أراضهم الأساسية هذه كانت نقطة هامة تم أيضا التأكيد على التنصيق المجمل بين كل الدول العربية لوضع منصات إلكترونية كاملة بوضعها وإضافتها بها المعلومات اللازمة لتيسيرا أيضا على عودة اللاجئين هذا بالإضافة لفتح باب المساعدات الإنسانية أيضا للشعب السوري أو المناطق المنازعة فيها أزمة سورية هناك فتح أبواب للمساعدات الإنسانية بالإضافة لاستمرار معبر باب الهوى ومعبر السلامة أيضا ومعبر الراعي لدخول المساعدات الإنسانية حسب قرار 7 أغسطس 2023 لعودة المساعدات الإنسانية وكل هذه الأليات والحلول المختلفة والمقترحة على أن تتوافق مع القرارات الدولية المختلفة للأمم المتحدة لجمهورية سوريا المتحدة هذه نقطة هامة تم التأكيد عليها أيضا بالإضافة لذلك أيضا تم فتح أبواب أخرى لتيسير أيضا المساعدات المختلفة لمحاربة الأوضاع ومحاربة الإرهاب في سوريا هذه أيضا كانت نقطة خاصة ومن أكد على هذه النقطة بالتحديد هي دولة العراق الشقيقة التي عانت الأمراين مع سوريا والذين هناك تعاون مشترك فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب كل ذلك يأتي بالطبع بتنصيق مصري ومجهودات مصرية ضمن لجنة الاتصال الخاصة بالأزمة السورية التي عقدت هنا وخرجت بتوصيات بالفعل سواء هنا في مصر أو حتى اللجنة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق وأيضا تمت مناقشة ما خرجوا به كل هذه القرارات المختلفة فيما تعلق بالقضية أيضا الفلسطينية لما لها من تأثير هام على الوضع العربي بشكل عام وعودة أيضا سوريا لجماعة الدول العربية وكيفية تفعيل أليات جديدة لتيسير إما العودة الدبلوماسية لجميع الدول العربية بالنسبة لسوريا وأيضا بالإضافة لذلك التيسير عودة اللاجئين إلى أراضيهم في الأراضي السورية كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصرية شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل